اليوم عشرين أوت الفين وثلاثة وعشرين اليوم الناس تتكلم عالطورة وتتكلم عالشهادات وأنا نتكلم عالجهاد اللي راني جاهد ويا يالاهو من جهاد نجاهد في بني جلداتي ليعوض باش هوم يبنوا هاد الوطن وهم رمي حطموا في هاد الوطن ويحطموا في الرجال أنا اليوم راني نرسم راني نرسم باحد المدرسة وراني نتألم ورا عندي هادو غادي ندير عدة فيديوهات باش رجع على بعض الحوتالة وبعض الناس اللي رهم يتكلموا عوض اللي يشوفوا الفيديو ويتعاملوا معاه ويشوفوا قائص اللي راني نتكلم عليها هم اللي يمشيوا لأبسط الأشياء ويجي يقول لك شوف تريكوكرا عوج شوف تريكوكرا ما رأس مسقدني شان شوف نوادرك ولا شوف سنيك أنا ما خلقت شروحي أنا خلقت خلقني ربي وعطاني الموهبة وعطاني الحكمة لا أعطاني السنين دائما خامجين كما شئ بعض الناس أنا ما نشخبايطي وما نشتع مشاكل ولكن اليوم جيت أرجع عليكم أرجع على هذه الحوتالة اللي رهم هي عوض اللي يشوفوا هذه الفيديوهات من جانب إيجابي اللهم يدخلوا في روحهم كيشي ناس اللي يدخل في روحها في مالا يعنيها وغادي تسمع مالا يرضيك لأنه هذه الفيديوهات أنا مانيش نديرها لك أنت باش تتمتع بي وتتمتع بالبقس التاعي وتتمتع بوش راني نحس وانا وش راني نعاني بها الدنيا هذه ولهذا أنا غادي نوضح نوضح عدة أسباب ونوضح المعيشة التاعي الدنكا اللي راني عايشها وبأسباب ناس اللي يرهم هو ما يحطموا في هذا الوطن ويحطموا كل ما له معرفة وحكمة وكيما يقول لك واش عندك كأعمال فنية ولا كاعدك أنا دائما نعاود نقول لكم أن الفنان والحرافي والشاعر متعدد المواهب حسن يجلون أنا راني غادي الرد على بعض الحوتانة ونقول أول شيء نقول أنا حناوي مئة في المئة مئة في المئة مئة في المئة مئة في المئة بخير كرهت أنا ولد الحناية والتاعي بالمصة والتي لا يعرف أنا حسني جلول أنا من أصل عريقة أنا عائلتي أنا جدي وجد جدي وكما تفونين هنا في الحناية نجيب لك اللقام تحنا زايدة في 1883 زايدة في القربي ورها لدائرة جديدة ثم أنا بزد تم في هذا القربي اللي كان الحناوي اللي يعرفوها حسني كان زايدة في القربي اللي فرها لدائرة حنا زايدة في 1883 هي من عائلة بوطالب عائلة بوطالب لمعرفو عائلة بوطالب هي موهوش حناوي با وعمومي وعمماتي قع زايدين هنا في الحناية عمي الكبيرها عمتي الكبيرة في زايدين في 1900 وعشرة كاين عمي وحدة أخر زايدة في 1912 كاين عمتي زايدة في 1921 وبوالي صغير زايدة في 1927 هنا في الحناية أختي الكبيرة زايدة في 1955 أنا زايدة في 1961 وخوتي كامل صغار زايدين هنا في الحناية نقول لك أنا أنا حناوي في رحناوي يا المير لي ما تعرفش حتى اسمي ما تعرفش حتى اسمي تقول لي جاري كنت جارك فعلا لو كان فعلا كنت جارك كنت توقف معايا وتعاوني وقبت معاك في الحملة الانتخابية وعاونتك وجريت معاك نهار تالي صابتتني وارك تحطم وتقول للناس ما درت لهوالو ما درت لهوالو صح ما درت لهوالو ولكن أنا فنان ماذا تتجربة براني كي يعمل في الحناية وعارفني بلي ما نشخدام عارفني بلي أنا رسام ونرسم لماذا لا تقول لي شروعي خدم وعارفني بلي لأخذ مالوالو وعارفني بلي أنا رأي جمعية تقافية وسياحية لماذا تجعلني كمتقاف تمشي تجيب واحدة اخر صاحبك مثل مسان وفرحان وتقول بلي صاحبي رأي جمعية وتجيبها ينشط في الحناية لماذا تجعلني ليس لدي حتى علاقة بالصناعة التقليدية لا علاقة لا علاقة بالصناعة التقليدية وجبتها ودرت خيم في الحناية والصناعة التقليدية ولمن يشعرف ويجايبين انسا يديرون لكم فيلم مبسس محروق ويديرون لكم فيلم ملوي محروق عيب لحنا ما عدناش عدنا تانيك حدنا حرافيات لين يخدموا أحسن ما هذه الخدمة التي قدرتها تباها وكأنه ترفعوا من المستوى البراوية ونحن بنات الحناية كرهتوهم وحطمتوهم حطمتوهم حطمتوهم عدنا مغنيين عدنا فنانين عدنا فنانين عدنا فنانين في الحناية ومبدعين مواهب شابة يطالعين وعندهم عندهم يقدموا في هذه الحناية لماذا همشتوهم أنا حرافي ودركنا نعود في الفيديو الأخر نعود نحكي لكم على ما عندي حرافي لو كانت في بلاد واحد وخرى يرفضوني بسمه ماشي حسن يراه يسيب في المير ويران يسيب في المير لو كانت في بلاستي 23 عام وانت تسوفري في هذه الحناية ماشي غي تسبه يقول لك أن رك تنته ماشي غي نسبه ولا نعيره الناس خايفة غالي يجي يقول لي حسن يراك تهضر وراك تسب المير حسن يراك نعال الشيطان يدرك يدخلوا كل الحبس واش راني نقولها كان يتكلم على حقي واسمع في الفيديو الآخر